ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حرية التعبير التي تدعيها القناة القطرية ترتبط ارتباطا وثيقا بمفردات التحريض والدعوة للتمرد فتستبدل القناة الحقيقة بالفوضى الخلاقة خصوصا في تعاطيها مع الشان التونسي وقضاياه الداخلية فلا يزال التحريض مستمرا حتى مع مرور عقد عن ما يسمى بالربيع العربي تونس في الذكرى العاشرة لاحداث سيدي بوزيد ليست بخير إن التعاطي الإعلامي للقناة القطرية يعتمد بالدرجة الأولى على تضليل المشاهد وإشغاله باستمرار بالتركيز على كل النقاط السلبية دون التطرق لإيجابيات الوضع الداخلي فتحاول الجزيرة أن تهم التونسيين بأن الوضع في الداخل قد يتفجر في أي لحظة وبأن شرارة الثورة تشتعل بين فينة وأخرى وهو الأمر الذي تجيده الجزيرة دون سواه منوه بالدور الخارق للعادة الذي قامت به الجزيرة لا أقول في إذكاء هذه الثورات وأنا على الأقل في التمهيد لها وأعتقد أنها لعبت دورا سيقيمه المؤرخون حق تقديره بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين